اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مادة المؤيسات للصف الثالث شعبة الملابس الجهزة طبعا احنا بنتمرن على مسائل كتير جدا في مادة المؤيسات وكل مرة بنحاول ناخد مجموعة متنوعة من التمارين لاني انا لو وقفت عند نوع واحد ما ينفعش لان في الامتحان بتبقى المسائل بتاعتي فيها نوع من التنوع والفروق والاختلافات فطبيعي انا كل مرة لازم ادي مجموعة مختلفة من التمارين والمسائل النهاردة هنستكمل الحل التمارين بتاعتنا ياريت كله يجيب الكتاب معايا ونتابع مع بعض الكتاب ونتابع الشرح اسناء الحل وزي ما قلتلكو ياريت نتمرن دايما على ان احنا نحل لو احنا هنتابع يوتيوب ولا حاجة ممكن ان احنا نحل التمارين لو هو مش محلول معانا في الكتاب ونرجع نصحح لنفسنا مع الحل اللي احنا حلناه سوى مع بعض ولو سمحتو ما تهملوش الرسم التخطيطي مش انا ارسم احل المسألة واحسب ابعاد واتعب فيها ناخد الاطوال وهنحسب وخلاص لا يا حبيبي احنا الاطوال مش هي الشرط لان ممكن عرض الاماش يكون كبير وانا في العرض ده انا بستهلك اكتر من قطعة اماش مع بعض في الحالة دي بعمل ايه بقول لكم ارسموا الرسم التخطيطي واحسبوا كمية القماش بتاعاتكم لان الرسم التخطيطي بيبقى عليه درجات فانا مش عايزة اضيع مني درجة علشان لو انتوا ان شاء الله ليكم مستقبل وربنا يكمل لكم على خير ونجيب ما جميع عالية وندخل ونكمل في كليات لان طبعا هدفنا مش بيقف لغاية ان انا اخد دبلوم بس لا بالعكس ان انا ادخل واكمل وابقى انسان مصقف وانسان على دراية بالمادة بتاعتي وطبعا اجيب درجات محترمة نشوف التمرين مع بعض النهاردة هناخد ايه التمرين بتاعنا هيبقى صفحة 52 لو تفتحوا الكتاب معايا ونتابع سوا مع بعض قال لي رسلت منقصة على احد مصانع الملابس الجهزة لتصنيع عدد كام 250 فستان دايما اجي كده بداية الحل بتاعي اقوله الكمية المطلوبة 250 فستان وزي ما اتفقنا قبل كده ان انا بعمل ايه ان انا دايما بحاول اقرأ تمريني للاخر وبعدين ابدأ احل عشان قلتلكم ان احنا المعلومات بتكون جزء منها في اول التمرين وجزء في النص وجزء في الاخر فدايما اتعودوا تقروا التمرين للاخر مش اقول اه انا اقرأ 250 خلاص انا هبدأ احل او ان انا عندي الابعاد ابدأ احل لا انا لازم اقرأ التمرين للاخر للاخر عشان المعلومات بتكون منتشرة في التمرين لاخر خطوة ممكن يكون الطلب اللي هو طلبه المطلوب يكون مش ما يخطرش على بالي يمكن ما يحتاجش الابعاد دي يمكن مديهاني كده ابعاد كنوع المعرفة مستقافة لكن مش محتاجها فلازم اقرأ التمرين للاخر نكمل ارائة التمرين سوا قال لي الفستان بقصة برينسس من الامام وتوسيع في الجناب حبيبي شايفين القصة هنا الموديل شايفين القصة دي دي اسمها قصة برينسس على فكرة البرينسس يا ولاد في منها برينسس مستقيمة بتيجي من الكتف فوق شايفينو انا بشاور بعلمة الماوس في هنا برينسس بتيجي من الكتف وبتنزل على خط الوسط طبعا البرينسس في الملابس السيدات والملابس الحريمي لابد ان تمر على نقطة ارتكاز بنسة السدر دا كتصميم بطرون لو احنا بنتكلم على بطرون طبعا انتو تالتة مفروض ان احنا نكون مردينة بكل انواع البطرونات وكل التصميمات وعارفين يعني ايه كلمة برينسس البرينسس بتيجي من عند خط الكتف او من حردة الابط من حردة الابط بتبع برينسس مستديرا من الكتفة الابرينسس مستقيمة المهم ان هو قال لي ان البرينسس في الامام وقال كمان ان شايفين عندي خط الديل تحت في ايه قال لي فيه توسيع في الجناب وفي القصة وقال ان الديكولتيه مربع حبيبي ديكولتيه مرت علينا قبل كده في تانية يعني رقبة فتحة الرقبة بتبقى ممكن مربعة زي ما احنا شايفين او ممكن تبقى على شكل سبعة او بشكل مدور قال ايه كمان في البيانات طبعا احنا لازم كل ده بنحلل الموديل واحنا بنقرأ قال لي وخياطة في خط نصف الخلف هو ما رسمش الخلف لكن قال المعلومات اللي انا محتاجها في الخلف قال لي فيه خياطة في خط نصف الخلف وسوستة في سوستة اه اه وعتنسو سوستة ايوة ناس بتقول لي خياطة 2 سنتي برابو شاطرين مسحصحين طيب ايه المقسات؟ قال لي عرض القصة الجانبية 12 سنتي عرض القصة الوسطة الامامية 28 خلوا بالكم من حاجة ها انا هرجع للتصميم هرجع للتصميم تاني بسوا القصة الجانبية دي عرضها 12 خلوا بالكم دي فيه اختها الناحية التانية صح؟ ايوة القصة الجانبية اللي من هنا دي اختها الناحية التانية في حين القصة الوسطة لا هيها واحدة بس هي 28 سنتي ده عرضها 28 سنتي نرجع تاني للمقسات قال نصف عرض الخلف 23 مسافة التوسيع للقصة والجناب للقصة والجناب ونصف الخلف 5 سنتي اه شايفين فيه توسيعات قد ايه 5 سنتي في القصة وفي الجناب وفي خط نصف الخلف الديل كله توسيعات الديل لما ارسم بطرونه كله توسيعات توسيع في القصة والجناب ونصف الخلف كل دولة بضفلوهم 5 سنتي 5 سنتي 5 سنتي اي خط خياطة بضفلو 5 سنتي توسيع طول الفستان 115 دوران الزراع 32 طول القمة 25 قال لي ايه الخمات الفستان منفذ من قماش في سكوز عرضه 110 8 متر 25 جنيه يلزم لكل 2 فستان بكرة بكرة خيط سمنها 120 ارش شايفين التنوع في الالفاظ ساعات يقول لي البكرة ب120 ارش وبعد شوية يقول لي مش عارفة ده مين بجنيه وشوية يقول لي ده دستا بيعمل ايه بيعمل نوع من التنوع في الخمات طيب ايه كمان قال لي يلزم لكل فستان سستة سمنها 70 ارش ايه بقى المطلوب قال لي رسم تخطيطي يوضح اجزاء التصميم بعد اضافة الزيادات الفنية للخياطة يبقى هو بيفكركم ان انتو هتضيفوا الزيادات الفنية وقال لي عاوز كمان جملة اتمان الخمات احنا كده هنبدأ نحل التمرين زي ما احنا متعودين مع بعض لازم نعمل ايه ما ينفعش اقرأ صح؟ ينفعش نقرأ لازم نحل بأدينا في ليلة الامتحان طبع انتم تحل ليسا شوية كمان 4 شهور ولا حاجة لكن لازم اتمرن وحل بايدي من النهاردة ومن مبارح ومن بكرة لازم احل بايدي لو ما حلتش بايدي ما ليوش عازم فيش حاجة اسمها اقرأ المسألة اراجع بان انا اقرأ التمرين في حاجة اسمها اقرأ لو انتم ما حلتوش بأديكم وتعودت الايد مع العين مع المخ مع الود لما انتم بتقولوا نفسوكو على فكرة لما انتم بتسمعوا نفسوكو كل الحواس بتاعتي تشتغل وانا بحل التمرين يعني ايه انا عيني شايفة التمرين شايفة التصميم بشرحوا لنفسي بشرحوا بصوت مفيش مشكلة ما حدش يقول عليكم مجمين على فكرة لما تشرحوا التمرين بوضتوا صوتكو بس بيبقى من جوة عقلي سامع وبقي سامع نفسي كل حاجة سامعة كل حاجة شغالة طيب اول حاجة هو كان طالب مني 250 فستان هكتب الكمية المطلوبة 250 وابدأ اكتب الابعاد وهرسم التصميم برضو زي ما انتم عارفين دا اسمي نص نص بس عشان خطر اخليه قدامي عشان الشريحة بتبقى في المحين معايا كده نبدأ نكتب هقوله هنا اول حاجة الكمية المطلوبة 250 فستان طيب هقوله الابعاد بصوا هرسم الفستان كده هو كان قيل ان الرقبة مربعة صح واجه القبط واجه التصميم ما عليش ما عليش حد يش يضحك علي سمعين او حد يضحك رسمة نص نص بس المهم يبقى التصميم عندي واضح الخطوط الاساسية اللي في التصميم طيب ادي شكل التصميم انا عندي القصة الجانبية اهي دي فيه اختها الناحية التانية ودي القصة الوسطة والخلف كان قيل ان هو فيه سستا طيب ايه الابعاد اول حاجة الدهاني القصة الجانبية القصة الجانبية كام 12 سنتي بسرعة فيه ناس بتسمع اهيه وبتقول معايا زي ما انا بقول لكم ها ايوه سنتي خياطة يمين وسنتي خياطة شمال برافو ادي اتنين خياطات ها حد بيقول لي انتوا كنتوا بتقولوا فيه ايه فيه توسيع خمسة من هنا وفيه توسيع خمسة من برافو شايفين ايوه مش كان قال ان فيه قصة جانبية وفيه خط جنب وكل دولة فيهم توسيعات خمسة سنتي يبقى انا لازم اضيف كام خمسة توسيع وخمسة توسيع ده بتاع القصة انا بكتب كده عشان بس تخلوا بالكم الخمسة دي جيبتها منين والخمسة التانية بتاعت الجناب مش كده برضو يبقى هنا عمل ايه كل ده بضيفه على الاثناشر ضفت اتنين خياطات وضفت خمسة توسيع للجنب وضفت خمسة توسيع للقصة كل ده انا لازم اضربه في اتنين ليه عشان فيه زيه الناحية التانية هكرره مربتين الجزء ده هيطلع معايا الناتج في الاخر 48 سنتش ده كده مين عرض القصة الجانبية طيب هاخد عرض القصة الوسطة عرض القصة الوسطة كان قال ان هي 28 سنتش صح بس دي على فكرة دي حتة واحدة اهي 28 هضف لها ايه ها سمع ناس بتسمع سنتي خياطة يمين وصنتي خياطة شمال برافو اتنين خياطات زائد خمسة توسيع من هنا برافو خمسة توسيع من هنا ده خط القصة البرينسس فيه توسيع لي من ناحية دي وتوسيع من هنا يبقى هو فعلا كان ليه توسيع كده وليه توسيع كده يبقى خمسة من هنا وخمسة من هنا يبقى انا بضيف الخمسة بقى على النص بتاعي ده اللي هو القصة الوسطة خمسة توسيع للجنب ده وخمسة توسيع للجنب ده يبقى بضيف خمسة وخمسة بضيف حاجة تاني لا خلاص مش هضرب في اتنين لا خلاص ليه اصل دي قطعة واحدة انا هنا دربت في اتنين عشان فيه اختها لكن دي مفيش غيرها بيطلع معايا الناتج في الاخر 72 سنتي طيب 40 سنتي سوري بيطلع هنا 28 30 40 سنتي ده مين ده عرض القصة الوسطى طيب احسب طول الامام احسب طول الامام كان كام قال لي انه هو 115 طوله كله 115 بضيف له ايه سنتي خياطة عند الكتف واثنين تانية برافو عليكم يطلع معايا 118 سنتي طيب ايه تاني تعالوا نكمل في عندي بعد كده ده الخلف عرض الخلف قال لي عليه مقاسه كام عرض الخلف عرض الخلف كان قال عليه انه هو نصف الخلف 23 سنتي اهو انا بكمل باقي الايه الابعاد بتاعتي هقول له هنا عرض الخلف قال انه هو سوري ما ليه 23 23 ده نصف الخلف يا ولاد نصف نصف ها انا باعدها تاني مرتين هضير طب ارسمه لكم اواريكم شكله اهو الخلف انا بارسم نصف الخلف بس قال النص ده 23 مش كده ده الخلف قال لي حاجة مهمة ها ايوا فيه ناس بتقول لي فيه هنا سستة برافو يبقى هضيف كامل السستة اتنين وفيه هنا سانتيخياط وفيه كمان ايه خمسة توسيع وكمان ايه خمسة توسيع اهو ما هو قال خط الجم اللي هو ده فيه توسيع وقال خط النص فيه توسيع وقال على الامام خط القصة فيها توسيع يبقى انا كله ده لازم اخلي بالي يبقى انا عندي عرض الخلف 23 النص بضيف له توسيع خياطة اتنين سانتي للسستة سانتيخياطة للجم زائد خمسة زائد خمسة كل ده يا حبيبي ده نص الخلف يبقى الخلف كله بقى كام لما انا اجمع واضرب بيطلع 72 سانتي ده ايه ده ده عرض الخلف طب طوله وماله طول الخلف اتفقنا هو طول الفستان 115 بضيف سانتي واثنين تانية يبقى 3 يبقى 118 سانتي في ايه تانية عندي في الابعاد في لسه عرض الكم طيب عرض الكم كام الراجل قال لي ان عرض الكم 36 سانتي بضيف له ايه ها اتنين سانتيخياطات سانتيخياطة يمين وسانتيخياطة شمال يبقى 38 سانتي طيب طول الكم كام 40 سانتي طول الكم 40 الكم كان ياولاد منتهي بتانية بتانية يبقى انا بضيف له 3 سانتيخياطة فوق واثنين تانية يطلع لي 43 سانتي بسرع حد بيقول لي اوعي تنسي يكرر مرتين اه الكم ده انا هوزعه على القماش في الرسم التخطيطي مرتين مش مرة واحدة برافو عليكم مسحصحين حلو جدا هعمل اي دلوقتي هنفذ الرسم التخطيطي تعالوا نهنفذ الرسم التخطيطي سوا الراجل قال لي القماش كام بالقماش عرضه ايه عرضه 110 القماش عرضه 110 باجي انا اتفقت معاكو قبل كده القماش بنرسمه من قناس رسم واحد لكام لعشرين عشر خط او لعشرة علشان اصغر واحد لعشرة كويس هلاقي نفسي هنا كده ولا واحد وعشرين مقاسه كويس من واحد لعشرين بقى اصغر القماش علشان اقدر ارسمه بيبقى انا برسم اي مقاس عندي بقسمه على العشرين باجي هنا ابدأ ارسمه لو قماش عرضه 110 يبقى عندوكو كام ايوة خمسة ونص برسم وماش عرضه خمسة ونص وبنزل بالطول بدون محدد الطول علشان انا هوزع فيه الاجزاء بتاعتي وبعدين احدد وقف للطول اللي انا محتاجه هنرسم سوا الرسم التخطيطي محدش ميرسمش رسم التخطيطي عليه درجات مش عايزين نضيع درجات عايزين نجيب مجميع حلوة وندخل كليات جميلة معايا هرسم القماش اهو خمسة ونص لا 110 برافو خمسة ونص دي من قياس الرسم وبنزل الطول بدون مقاس وبكتب هنا بكتب هنا ايه 110 ان القماش بتاعه عرضه 110 هبدأ اوزع طيب الخلف عندي اكبر حاجة مقاسه كام 72 سنتي هاخد ال 72 وطوله 118 اهو وابدأ اقفل المستطيل الخاص بالخلف واكتب من جوه ان انا اخدت 72 للخلف عشان يفكرني بالمقاس ده ليه بكتب هنا العرض عشان اعرف اللي فاضلي هنا قد ايه اولاد اني ممكن احتاجه طيب بعد كده الطول كان 118 طيب في بعد كده عندي مين عندي الخل الامام الامام الاصطة بتاعته الوسطة كان عرضها 40 طيب الجزء اللي هنا ده انا كده بفكر بيني وبالنفسي لو طرحت 72 من 110 هتطلع كام 38 يا خسارة فرقت مع الاصطة الوسطة كام 2 سنتي خلاص ما فيش مشكلة انا هاخدها في الجزء السفلي هاخد الايه الاصطة الامامية الوسطة طيب الاصطة الجانبية مقاسها 48 سنتي طيب خلاص انا كده في الحالة دي انا مضطرة ان انا ااخد الامام كله في الجزء الايه في الجزء السفلي ده جنب بعض هاخد 48 واخد الايه الاربعين واكتب هنا الطول اللي انا استعملته قد ايه 118 لازم لو سمحتوا تكتبوا الطول ما تنسوش علشان انا بجمع الاطوال دي تمام وباجي هنا اقول ان انا اخدت 48 قصة جانبية واخدت هنا 40 قصة ايه وسطة فاضل مين عندي فاضل الكم الكم عرضه كام 38 ايه ايه انتو فاكرين الرقم ده اللي ساقيلينه هو المقاس اللي زايد هنا صح كام 38 طب دي انا عايز اكون مين طب وهي يعني مه الكم طوله كام 43 هاخد 43 وتحت 43 هيكفي 86 وده طول كام 118 ياه مزبوطة نشكر ربنا ادي اهو ودي التاني اهو يبقى هنا الباقي ده عبارة عن ايه عن عوادم واكتب هنا كوم وهنا كوم وهقول له كده من الرسم التخطيطي عرفت ايه اني كمية القماش لل فستان فستان الواحد بتسوي كام 118 زائد 118 بيسوي 236 سمت كان عاوز مني كم فستان كان عاوز مني 250 فستان طب ويه هقول له يبقى كمية القماش للكمية بتسوي كام انا عايز 250 فستان الفستان الواحد محتاج مني 236 ايه سنتي يا خبرة بيض دول بالسنتي ودول 250 كمية كبيرة لازم اعمل ايه احول السنتي لمتر عشان كده بقسم عالمية عشان افكركم اهو لما تيجوا تراجعوا اني ده بقسم عالمية عشان احولها للمتر هيطلع معايا انا محتاج 590 متر قماش متر القماش كم بكام حد فاكر اهو قدامكم يبقى هنا هقوله 8 القماش بقى اللي انا محتاجه كله يبقى 590 في المتر ب25 جنيه هيطلع معايا 14750 جنيه وممكن تحطوها في مربع مغمى كده ليه عارفين لما هتيجوا بعد كده نحل المسائل اللي فيها اسعار واسمان وابدأ احسب اسعار الخمات الارقام بتكتر والمسألة بتكبر اجي انا مفروض ان انا في الاخر بجمع جملة الخمات هلاقي الارقام تهت مني ويا حبازة لو انا حاجة ما كتبتش عليها التمييز طبعا يفضل لازم اللي بيبقى حاجة سانتي باكتب عليها سانتي المتر اكتب عليه متر الجنيه اكتب عليه جنيه اللي بقرة اكتب عليها بقرة تمييز الخطوة لازم اكتبه علشان لما اجي اجمع اسعار الخمات الاقي نفسي مش بتوع طب ايه ممكن اعمله كمان كل ما اجي سمن قماش سمن بقر سمن مثلا قبلتات سمن اي شيء انا بستخدمه في المسألة بتاعتي ازرار اي حاجة زي كده وانا بكتب الجيم بتاعت القماش اقفلها دايرة بقى اقفلها مربع بحيس اني انا اول ما اجي اقول خطوة جملة الخمات جملة اسمان الخمات عيني تقفز بسرعة على كل الدواير اللي انا عملها او المربعات بتاعت الاسعار هتوفر عليكم وقت وتوفر عليكم جهد وتبقى المسألة مفيش حاجة بتيجي غلط مفيش لو ما اخدش رقم مش هو لا ببقى على طول مسحصح يبقى انا ايه اتمرن برضو من النهاردة اول ما اجي عند اسمان حاجة سعر اي خامة انا بحسبها على طول اقفل الجنيه بتاعتي بالايه بدايرة او مربع ونكمل حل المسألة باجي دلوقتي الراجل كان مديني ايه كان مديني بكر مش كده برضو اه مديني بكر قال لي عندي انا محتاج لكل اتنين فستان بكرة لكل اتنين فستان بكرة طب هنحسب كمية البكر تعالوا نحسب كده كمية البكر كمية البكر هم كم فستان 250 فستان انا محتاج بكرة بكرة لكل اتنين فستان يبقى بقسم 있어서 يبقى بقسم على الاتنين يا انا عايز بكرة لكل اتنين فستان الحين يقول لي انا عايز بكر لكل اربع فستان يبقى هاسอ على الاربع تمام باجي هنا بيطلع معايا مية חمسة وعشرين بكرة شايفين واخدين بالك؟ انا عايزكم كل حاجة بكتبها تخلوا بالكو انا بكتب هنا التمييز بتاعي بكتب على البكرة بكرة هاجي هنا وقل له سمن البكر. هما 125 بكرة. البكرة ب120 إرش. يا راجل 120 إرش. ده أنا عايزة 125 بكرة. طب وفيها إيه؟ سمي على مية على طول فيتحول لإيه؟ للجنيه. هيطلع معايا 150 جنيه. بصوا 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 بصوا. بحطها في دايرة. زي ما قلتلكم من شوية. زي ما عملت في 8 القماش. حطيته كده في دايرة. طيب في ايه تاني؟ قال لي سوسط. سوسط قال لي أنا عايز سوسط لكل فستان. طيب يبقى كمية السوسط. مش هما 250 فستان. وأنا عايز سوسط يبقى 250 سوسط. طيب السوسط بكام؟ قال لي السوسط ب70 إرش. هقول له يبقى 8. السوسط 250 سوسط في 70 إرش. 70 الإرش لازم أقسم على مية عشان أحول للجنيه. هلاقيها بتطلع معايا 175 جنيه وحط في دايرة. إيه ده؟ الحركة دي شايفين عينيكو بتلاقي نفسكو إيه؟ ومجرد ما تشوفوا الدوائر دي بتبقى إيه؟ على طولة أقول له أنا هنا جملة أسنان الخامات. كام؟ هاخد القماش اللي كان عندي 14 750 أجمعه على 150 بكر على مية خمسة وسبعين سوسط. بيطلع معايا النتج في الآخر قد إيه يا حبيبي؟ بيطلع معايا 15 ألف خمسة وسبعين جنيه. دي جملة أسمان الخامات كلها. طبعاً لو الراجل طالب مني تمن تكلفة الفستان الواحد هاخد التكلفة كلها وقسمها على 250 يطلع تكلفة الفستان الواحد نشوف تمرين تاني نشوف تمرين تاني التمرين التاني صفحة 60 عشان برضو تركزوا معايا واتبعوا ياريتي بقى الكتاب في إدينا طيب قال لي هنا إيه؟ طلبة من أحد مصانع الملابس الجهزة توريد عدد مئة فستان من حرير من قماش حرير عرضه كام؟ عرضه 140 سنتي 8 المتر 35 جنيه بالمواصفات الآتية قال لي التصميم عبارة عن فستان كروازي اتفقنا كروازي معناها أنه هو تعدى خط النصف اللي ماشي شايفين القصة شكلها إيه القصة؟ أهي هو طبعاً الفستان عندي هنا لو ده خط النص لو أنا ماشي بالماوس شايفين كده ده كروازي هو امتد لغاية الجنب التاني لغاية القصة البرينسيس الجانبية قال لي وعندي قصة برينسيس في منتصف الإبت أهو القصة البرينسيس جاية من الباط من حردة الإبت مع توسيع في الديل والقصة طيب قال لي الفستان بيربط بحزام من الأمام إيه هي المقاسات؟ قال لي عرض القصة الجانبية طبعاً أنا هنا بحاول أن أنا أثبت معاكم المعلومة عشان كده بناخد أكتر من موديل فيه أفكار متقربة لكن مختلفة هي قريبة من بعض لكن مختلفة مختلفة في الأطوال وفي نفس الوقت مختلفة في الإضافات اللي أنا بضيفها في التمرين بنكمل قرية التمرين بتاعنا قال لي المقاسات مالها عرض القصة الجانبية للأمام 12 ولو أنت واخدين بالكو القصة الجانبية في الموديل اللي قبله كان مالها كانت متكررة النحية التانية كان فيه أختها النحية التانية لكن القصة الوسطة هي قطعة واحدة هنا بقى قال لي القصة الجانبية للأمام طولها 95 إيه دا؟ هي طول القصة الجانبية غير طول الفستان أيوة طبعاً احنا مش رسا بنقول دي بادية من عند حربة الإبت هي طولها مختلف قال لي عرض القصة الوسطة للأمام 15 سنتي وفيه 10 سنتي زيادة للكروازين نص عرض الخلف 25 طول الفستان 105 توسيع القصة وخط نصف الخلف 3 سنتي شايفين هنا فيه فرق في التوسعات القصة وخط نصف الخلف 3 سنتي في حين توسيع الجناب 5 يبقى الموديل مختلف غير النظام للموديل اللي قبله قال لي عرض الكم 36 طول الكم 57 عرض الحزام 4 طوله 80 قال لي يستهلك كل 2 فستان بقرة خيط سمانها 4 جنيه قال لي المطلوب تقدير كمية القماش بعد إضافة الزيادات الفنية بالخياطة والتوسيعات مع عمل رسم تخطيتي وحساب إجمالي أسنان الخامات هنبدأ نحل التمرين بتاعنا مع بعض ونشوف هو كان عاوز مني كام فستان يا حبيبي فاكرين قلنا 100 فستان مش كده كان طالب 100 طيب هنبدأ نحل أول حاجة هعملها الموديل هنا قصة جانبية وبرينسس بس البرينسس بدي منين؟ من حردة الإبط فطول الجزء الجانبي ماله أقصر من الفستان كله طبعا أنا لازم أوفر الترق ده وانا هوزع وخلاص لا نحن عندنا هنا في المصانع بيبقى العشرة سنتي تفرق معايا عشان كده أحنا نلاقي بعض الموديلات بالذات في ملابس الأطفال يقولنا السعر حسب المقاس ليه؟ كل ما المقاس بيكبر التكلفة بتزيد لأنه بيستهلك قماش أكتر فطبيعي أنا لازم أوفر أكبر كمية قماش فأنا هنا هو لما جاي وزع وجاي يرسم البطرون بتاعه قال لي ده القصة الجانبية طولها مختلف غير باقي الفستان طيب نبدأ نحسب ونكتب هنا أول حاجة زي ما اتفقنا بنكتب إيه؟ الكمية المطلوبة عشان ما نساش مع طول المسألة عاوز مني 100 فستان وهبدأ أحسب الأبعاد بقوله الكمية المطلوبة 100 فستان طيب هاجي هنا وقوله الأبعاد أول حاجة هقوله عرض القصة الجانبية للأمام عرض القصة الجانبية للأمام كام؟ هو كان قال لي أنها 12 سنتي واخدين بالكو أنا بضيف خياطات 2 سنتي سنتي مينو سنتي شمال زي ما عملنا هناك وقال لي حاجة مهمة قوي قال لي أن فيه توسيع للقصة 3 سنتي وقال أني توسيع الجناب كام؟ 5 سنتي آه غير الموديل اللي قابله موديل اللي قابله كان 5 في كل حتة هنا قال لي لأ ده أنا هنا عندي قصة الجناب الجنب بيكون 5 سنتي توسيع لكن القصة بيكون 3 سنتي توسيع كل المقدار ده بما أنها قصة جانبية فمتكرر عن ناحية التانية هضربه في 2 بيطلع معي عرض القصة 44 سنتي طيب طول القصة دي بقى ما هو قال أنها 95 سنتي بنضيف له سنتي خياطة علوي عند الكتف واتنين تانية يطلع لي 98 سنتي طيب ايه تاني؟ هبدأ أحسب عرض القصة الوسطة عرض القصة الوسطة هو قال أنها 15 بضيف ها تمام اتنين خياطات سنتي خياطة يمين وصنتي خياطة شمال وفي ايه كمان؟ هتقول لي فيه توسيع للقصة ثلاثة يمين وثلاثة شمال حاضر أهم ثلاثة يمين وثلاثة شمال وفي ايه كمان؟ فيه برافو ناس مصحصحة بتقول لي فيه عشرة فيه عشرة كروازي الكروازي ده أنا لازم أعمل حسابي فيه مقدار للايه للزيادة كل ده هضرب في اتنين آه ليه؟ عشان هو رسمها لي من تحت الموديل لما رسم القصة الكروازية رسم لي دي طبقة والتانية دخلة فيها نازلة عشان كده أنا هنا في الكروازية العشرة ما عملت لهاش بطانة اكتفيت بمقدار الخياطة ليه؟ لأني أنا عندي الكروازية جزئين فوق بعض عشان كده هاجي في القصة الوسطى وهقول تكرر مرتين أو بضربها مرة تاني في اتنين شايفين الفرق؟ هناك وهنا القصة مختلفة في الموديل اللي قابله القصة هي جزء واحد بس لكن هنا أنا عندي طبقتين فوق بعض ومربطين كمان بحزام جانبي كأن الفستان ممكن يتفتح زي الايه؟ زي الروب نكمل الأبعاد بتاعتنا باجي هنا أضرب في اتنين طيب هاجي هنا بيطلع النتج قد ايه؟ بيطلع 66 سمتي طيب بعد كده هقوله طيب أنا أحسب بالمرة طول القصة دي يبقى أنا أحسب طول القصة الوسطى طولها كام؟ لا ده غير هنا بقى غير الخمسة التسعين ده هو قالي طولها بقى كلها 105 بضيف 3 سم سم واثنين تانية بيبقى 108 سم كده أنا عملت ايه؟ حسبت القصة الوسطى والقصة الجانبية بالنسبة للأمام فاضل عندي الخلف وفاضل عندي مين؟ الأكمام الخلف قال لي ايه نصه؟ قال في سوستة؟ قال في سوستة ماشي في سوستة؟ انتو شايفين في سوستة؟ يا خبرة بيدتو مش مركزين؟ مش هو كان عملي رقبة سبعة وقال لي انو كروازيه ومعمول بحزاب ما جابش سوستة الراجل انتم ملكوا صرحانين ولا ايه؟ هاجي هنا وهبدأ احسب الخلف عندي نصف العرض بتاع الخلف كان قد ايه؟ معايا نشوف رقمه كان مقاسه كام؟ قال لي 25 سم هاجي هنا كده وهقول له عرض سوري الخلف بيساوي عرضه 25 سم انا بضيف له برافو ده النصف 25 بضيف اتنين خياطات سنتي خياطة يمين وسنتي خياطة شمال او اللي هو خط النصف وايه كمان؟ وبضيف له ها؟ مين معايا؟ وبضيف له ايوه توسيع للجنب الجنب عند خط الفاصل من الجنب 5 سم وبضيف توسيع من القصة في النصف 3 سم كل ده وبضربه في اتنين عشان يديني الخلف كله هيطلع عندي عرض الخلف 70 سم طول الخلف هو طول الفستان اللي هي 105 وانا هضيف له 3 سم سم واثنين تانية يبقى 108 سم فيه الكم هقول له عرض الكم كام؟ قال لي عرض الكم 36 سم بضيف له اتنين خياطة يبقى 38 سم طيب طول الكم كان كام؟ كان طول الكم كان قد ايه؟ مين معايا؟ هنشوف طول الكم كام؟ ها حدش مركز ليه؟ طول الكم كان 57 ايوا كده كله صح صح طول الكم 57 سم بضيف له قد ايه؟ بضيف له 3 سم سم واثنين تانية لانه مش منتهي ولا باسورة ولا بايه؟ ولا بقلابة بيطلع معايا طول الكم 60 سم طيب فيه حاجة تانية؟ هتقول ليه فيه حزام الحزام هو حسبه؟ اه طبعا لازم اقول له عرض الحزام عرض الحزام كام؟ كان ايه لانه 4 بضيف له سنتي دايما الحزام ليه بطانة الحزام ليه بطانة ماينفعش تسيبه قطعة قماشة واحدة كده امال ايه؟ لازم اضيف له سنتي خياطة واضربه في 2 علشان يديني مقدار البطانة بيطلع معايا 10 سنتي عرض الحزام اخد طول الحزام طوله كام؟ 80 سنتي بضيف له 2 خياطات بيطلع 82 سنتي انا كده حسبت كل الاجزاء بتاعتي امام خلف اكمام حزام مفيش حاجة سبتها هعمل ايه؟ رسم تخطيتي القماشة عرضه كام يا حلوين؟ عرضه 140 سنتي برافو عليكم مقياس رسم 21 يعني 7 سنتي نرسم القماش بتاعنا للأسف المسطرة وقعت انا مش هستعمل المسطرة هجسم كده بقى ايه؟ بالبركة هجي هنا دلوقتي هرسم مين؟ هرسم القماش عرضه 140 هرسم كده القماش بتاعي عرضه 140 سنتي سوري عليش تتحملونا من غير مسترة وهجي هنا هنزل بالقماش وهبدأ اشوف انا هوزع دايما بوزع اكبر قطعة الاول واكتب على القماش بتاعي انه هو 140 سنتي باكتب على القماش انه هو 140 سنتي عندي الامام كان عبارة عن جزئين والخلف عبارة عن جزء واحد دا الخلف كان ايه؟ كان كبير كان 70 سنتي بحالهم طب اخدهم بقى من المية واربعين دول هجي هنا كده واخد السبعين اهي والطول ها كان 108 بقى رسم طبعا ما عليش بقى من غير مسترة اتحمله هيبقى هنا 70 سنتي دا ايه؟ دا الخلف والطول كام؟ الطول 108 طيب الجزء اللي باقي جنب الخلف واو 70 بحالها تاني طب كويس خالص لما انا القصة الوسطة عندي قد ايه؟ 66 طب حلو استعملها يبقى هنا يدوب فيه 4 سنتي زغنانين كده مش عايزاهم دول مين دول؟ دولها القصة الوسطة طب كويس خالص كانت على فكر القصة الوسطة نفس الطول 108 كويس خالص فاضل عندي مين؟ هتقوليلي فاضل عندي القصة الجانبية ودي كان طولها 98 سنتي اهو طولها نخليها اقل شوية 98 سنتي وعرضها 44 واكتب هنا سوري اكتب 44 قصة قصة ايه؟ قصة جانبية طيب بعد كده هتقولي فيه الحزام الحزام مقاسه كام؟ الحزام 82 طب ويعني؟ طب ما انا ااخد الحزام هنا اهو عشان يبقى واخدين تدرج كده شوية يبقى ده الحزام وبعدين فيه الكوم كام 38 وفيه كمان 38 تاني اهو والطول 60 يبقى اقل اهو يبقى هنا ده كوم وده كوم والباقي ده عبارة عن نسبة العوادم الزيادة اللي عندي هقوله هنا كده من الرسم التخطيطي يبقى كمية القماش لل فستان بتساوي بتساوي ايه؟ هجمع الطولين اللي موجودين عندي اللي هو 108 زائد 98 بيطلع عندي كمية القماش للفستان 206 سنتي انا عاوزة كم فستان عاوزة 100 يبقى كمية القماش للكمية هو انا عاوزة 206 وهم 100 فستان 206 سنتي اتفقت مادام سنتي لازم اقسم على 100 عشان احول للمتر يبقى انا عاوزة 206 متر كان قال القماش بكامل متر ب35 جنيه هقوله يبقى تمن القماش هاخد المتين وستة اضربها في 35 جنيه بتطلع عندي 7211 جنيه فاكرين عملنا ايه ايوا برافو 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 الناس بتقولي يحطي في دايرة عشان لما اجي اجمع ما تعبش برافو عليكم بعدها قال لي البكر قال لي انا محتاج ايه بالنسبة للبكر قال لي كل فستانين محتاجين بكرة هقوله كمية البكر هضرب عدد الفستين وقسم على ايه على اتنين هضرب واحد وقسم على اتنين انا هقوله كمية البكر هم 100 فستان والفستان الواحد سوري الفستانين عايزين بكرة يبقى انا بقسم على ايه على الاتنين بيطلع معاي خمسين بكرة طيب البكرة الواحدة بكام هقوله ثمن البكر هم خمسين بكرة والبكرة الواحدة كان قال انها باربعة جنيه اشكرك بشدة يبقى انا محتاجة 200 جنيه واروح حطتهم في الدايرة برضو شفتوا شغالين ازاي كل ما يجي عنده اسعار احط في الدايرة ايه تاني هقولك خلصت خلصنا يبقى انا هاجي هنا واقوله جملة الاسمان او جملة الخامات هاخد ثمن القماش 72110 زائد 200 جنيه بيطلع عندي 7400 410 جنيه لو طلب مني تكلفة الفستان الواحد لو طلب مني يبقى تكلفة الفستان هاخد 7400 اقسمها على المائة فستان يطلع معايا تكلفة الفستان تقريبا كام 74 جنيه يبقى انا كده حليت التمرين بتاعي في صعوبة ولا الدنيا بدت تبقى ماشي حلو كل ما هتحله اكتر هتلاقي الدنيا ماشية احسن نشوف تمرين تاني وايه ونعمل سباق مع بعض التمرين التاني بيقول لي ايه طبعا التمرين تاني صفحة 67 عشان كله يتابع قال لي مطلوب عمل 210 بلوزة بيقصني 220 بلوزة 220 بلوزة كالتصميم والمقاسات الاتية نصف عرض السدر دي بلوزة شايفين شكلها نصف عرض السدر 23 سنتي مقدار الكشكشة على فكرة الكشكشة دي في الامام كله مقدارها شايفين حتة الكشكشة اللي من قدام في القصة اللي هنا دي اهي شايفين الحتة دي دي مقدارها 5 سنتي بس هو ضيفهم على الامام كله بس هم مديني نصف الامام خلوا بالكو بيلعب بالالفاظ اه اه انا اكون مصحصح قال لي نصف عرض الخلف 21 وعرض الكوم 32 بس فيه في الكوم توسيع 8 سنتي الكوم زي ما انتوا شايفين واسع طول الكوم 34 وطول البلوزة 65 سنتي طيب انا هنا كده قال لي ايه المواصفات البلوزة مصنوعة من قماش مشجر عرضه 110 100 سنتي 8 متر 25 جنيه قال لي ويحل سدر باندا من قماش خارجي بسوا ياولاد البندا دي شايفين الشكل اللي فيه زخرافة ده دي بندا خارجية مش من نفس القماش دي احيانا بتبقى فيه زي قصات خارجية انا ممكن اشتريها بتبقى زي ركامة مجهزة او زي صفرة جهزة مضطرزة انا دي ممكن باشتريها وبركبها على ايه على البلوزة بتاعتي فهي دي هنا ده اللي حصل هو قال لي ايه ان السدر بتحليه بندا من قماش خارجي فانا مش ايه مش بحسب لها قماش وتستهلك البلوزة 20 سنتي من القماش اللي ثمنه 20 جنيه يبقى البندا دي محتاجة قماش لوحده مستقل والبلوزة الوحدة عايز لها 20 سنتي خلاص اوكي والمتر بتاعها ب20 القماش ده غير القماش الاولاني بتاع البلوزة المشجر طيب قال لي تستهلك متركب حوالين داير البندا دي حوالين داير هنا في دنتيل متركب فهو قال لي انا محتاج 175 سنتي من شريط الدنتيل اللي بيحلي السدر ونهاية الكم كمان قال لي 8 المتر كام 4 جنيه تستهلك كل 10 بلوزات بقرة خط ثمنها 8 جنيه واخدين بالكم من الحتة دي قال لي ايه ده غير كبرني ايه ده بيقول لي كل 10 بلوزات عايزين بقرة اصلي دي بلوزة مش مستهلكة مش محتاجة مني وماش كتير يعني معناها ان انا هقسم لما اجي احسب البكر احسب اقسم على 10 قال لي اه هقسم 220 على 10 عشان يطلع لي يطلع لي ايه يطلع كمية البكر المطلوبة قال لي المطلوب 8 خامات البلوزة اشكرك نبدأ نحل المسألة بتاعتنا قال لي انا اول حاجة هنا الكمية المطلوبة 220 بلوزة طيب ايه تاني عرض السدر عرض السدر كام قال لي 23 سنتي هقول له الابعاد عرض السدر قال لي النص 23 سنتي مش كده بردو انا هضيف له خياطة يا ستي ماشي ديفي سنتي خياطة وضربي في اتنين انا بضرب في اتنين اهو علشان احسب الامام كله او السدر كله بس في حاجة لو سمحتي اوعي تنسي ان هو كان قال في التمرين ان في عندي خمسة كشكشة اوعي تنسوا دي لازم اضيفها اه طبعا اما هي اللي مديها تصميم شكل هي اللي مدياني تصميم جديد هيطلع عندي الناتج قد ايه هيبقى عندي ناتج 53 سنتي يبقى انا عندي هنا عرض السدر 53 سنتي هحسب طول السدر اللي هو طول البلوزة البلوزة 65 بضيف برافو سنتي واثنين تانية يعني تلاتة يبقى 68 سنتي هحسب عرض الظهر عرضه قد ايه قال لي نصه 21 تمام بضيف سنتي واضرب في اتنين عشان يديني الخلف كله او الظهر كله بيطلع عندي الناتج 44 سنتي بحسب طول الظهر طوله قد ايه زيه زي الامام اللي هو طول البلوزة 65 و3 بيطاع 68 سنتي طيب ايه تاني قال لي فيه عندي القم هقول له عرض القم القم هو قال لي فيه حاجة مش هو قال ان هو 32 قال لي فيه 8 سنتي توسيع انا ضيفهم من عندي هقول لك خلاص اوكي بتضيف له ايه تاني بضيف له 2 خياطات بقى سنتي خياطة يمين وصنتي خياطة شمال علشان اقفل القم مع بعض بيطلع عندي الناتج قد ايه 42 سنتي طيب طول القم كام طول القم طول القم هو كان قال ان هو 34 سنتي بضيف له 3 سنتي سنتي واثنين تانية بيبقى عندي 37 سنتي اوعوا تنسوا ها برافو ناس بتقول يكرر مرتين لما اجي اعمل الرسم التخطيتي لازم اوزعه مرتين كده انا حسبت كل الابعاد بتاعتي هعمل ايه هشوف القماش القماش عرضه كام القماش عرضه 100 سنتي هرسم القماش وهوزع الامام وهوزع الخلف تعالوا نرسم القماش سوا مع بعض هنرسم قماش عرضه 100 قلنا على مقياس رسم 21 هيبقى 5 سنتي هنرسم كده القماش وبنزل وبنزل بالطول بتاعي بسرعة كده وهبدأ اوزع الاجزاء الامام عندي القماش طبعا عرضه 100 سنتي يا ولاد باخد 53 سنتي للامام والطول 68 جنبه هيكفي اوزع الخلف بنفس الطول 44 سنتي وبعد كده باجي هنا وحط اوزع الكمين ادي كم ودي التاني والطول سري 37 سنتي طبعا هنا من الرسم هيطلع عن كمية القماش قد ايه يا حبيبي كمية القماش 68 زائد 37 بتطلع عندي 105 سنتي انا عاوز 200 بلوزة سوري 220 هقوله يدي كمية القماش للبلوزة هقوله يبقى كمية القماش للكمية هياخد 105 اضربهم في 220 وقسم على 100 هيبقى عندي 231 متر متر قماش طبعا انا انا كده هاجي بسرعة اشوف المتر بكام ومتر القماش انا هضربه في ايه في 5 هضرب الكمية الياه 230 هضربها ب35 جنيه للمتر ومطلوب منكم هومورك جميل واجب كلكم هتكملوا حل المسألة لوحدكم في البيت وطبعا عايزة كله يحل محدش يسيب التمارين بتاعتنا معلش وقتنا لأسف خلص فانا مضطرة اقولكو اشوفكو مرة تانية والى اللقاء وبالتوفيق دايما وبالنجاح باي باي حبيبي